عمر بن عبد العزيز كان ربما يكون في الخطبة في مثل مقامي هذا يخطب في الناس فبينه وكذلك إذ قطع الكلام ونزل من غير أن يتم الجملة من غير أن يفهم المعنى فإذا سُئل يقول أعجبني قولي وكان بليغا جدا وكان منعون العلماء كان مفوها حاذقا ذكيا زكنا لسنا فطنا فإذا تكلم فربما يُعجب يداخل شيء ما العجب بفصاحة وكلامه يقطع مباشرة لماذا؟ لأن البقية لن تكون لله البقية للنفس وهو لا يمكن أن يسمح نفسه أن يدخل مداخل الشرك هذه يتكلم لله وعن الله ثم هو يعبد نفسه ويديه هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم وقدوتهم هي قدوة القدى وعسوة الأسى عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وأصحابه الذي صح عنه إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة وفي حديث آخر مئة مرة يغان على قلبك يا سيد الخلق يا حبيب الحق يا أعظم الناس قلبا يا أوثق الناس إيمانا يا أرسخ الناس يقينة قلبه كالبحر محيط بل قلبه كالأكوان قلبه يسعى الأكوان كلها وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة والتنوين هنا تنوين تعظيم وليس تنوين تنكير وليس تنوين تنكير تنوين تعظيم أي بالغ العظمة لا يقادر قدر عظمته لا يقادر قدر هذه العظمة كان فضل الله عليك كان فضل الله عليك عظيمة ومع ذلك قال لولا أنني أستغفر الله في اليوم سبعين مرة ومئة مرة لطمست عين بصيرتي الله هذا رسول الله ويأتيك اليوم من قد يكون مقيما على كبير من الكبار يقول لك قلبي لا يرتاح لهذا لا يرتاح لهذا القول النبوي في قلبي شيء من هذا التفسير لكتاب الله في قلبي شيء من هذا الكلام الذي يتذكرونه عن أولياء الله عن عمر بن عبد العزيز في قلبك في قلبك أنت شيء نعم فيه كل شيء فيه العمى كله وليس فيه شيء من البصر يا رجل نسأل الله أن يبصرنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لكي يبلغ المؤمن مقام أن يقول قلبي ألهمني قلبي دلني لابد على الأقل أن يكون على بعض الثقة من أنه ذو قلب سليم وهذا موقوف على فهم سلامة القلب إذن ما هو القلب السليم استفتي قلبك وإن أفتك المفتون وأفتوك 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 لابد أن يستوذق من سلامة قلبه من سلامة قلبه هذا حديث هوابسة وليس حديث العرباط نعم استفتي قلبك ليس كل أحد يستفتي قلبه ليس كل أحد إياك أخطر ما يمكن أن تعمل إلى قلبك تسأله ترجمة نانسي قنقر